ايه بقى؟ لا لا فيه في الفوق قصة تانية يا كريم انت فيه عفرطة عارف الكلام ده انت عشان تلعب لو انت مثلا ما بتجريش وتخبط والكلام ده كله مش هتلعب كورة فيه سيستم معين من المدربين ما بيحبش لعب الكورة الله ينعور عليك ده وفيه مدربين ما بتحبش الأسامي وتحبش النجوم ده دي بقى دي قصة كبيرة اه فيه مدربين تحب تتمنظر على النجوم بتاعتها يقولك أنا معي شكري وعفرطة قصة دي قصة كبيرة اوى يا كريم والله بجد مش كلام يعني فيه مدربين من غير ما بتشوفك بس عارف ان انت لك اسمه بتاعه لا انا مش عايزه بس مين يعني انا بشوف المدربين المفروض اللي عندنا مدربين محترمين ولا هم اسامي وكبير يعني مين مدرب ممكن يقول مثلا معي احمد شكري نجم ولا معي عفرطة نجم فانا لا انا هبعيده عشان طب اقولك الحاجة بالنسبة كلامك انا مليش انا مش بكذبك بس بحاول بحاول ارسم انا اقولك يا كريم انا اقول بلنسبة كلامك والله يجي مثلا المدرب اول ما يجي يتكلم معاي انت ازاي المدرب ده ما بيلعبكش ازاي بالامكانات دي ما تلعبش المدرب ده ما موجود معاك تلعي نفس القصة طب يبقى كده العف مين وهو انت بتيجي بتقولي انت ازاي تمام وانت ملعبتش اصلا معاك فهتيجي تلاقي فيه امور بتبقى خارجة عن قراتك معانا صح فيه بقى في الكرة عفرطة عارف لازم بقى تضحك وتهزر مع المدرب فيه ده ده موجود والله مش بقول كلام كده انا بقولك بدافع عن نفسي لأ فيه دي كتير وانا احنا ما تربتش على كده انا فيه تمرين فيه فيه ملعب خلاص هو ده اللي مطلوب من انا مع اي مدرب اجنابي كريم الحمدلله فضل ما ربنا اي حد لقيت معاه مفيش مدرب جيه اللي هو جزيل اللي كان بيقوله ما بيحبش الناشئين كنت بلعب معاه فدي بقى دي قصة تانية تانية